موسيقى مشاهدينا تفاصيل أكثر حول حملة وقايا وتعايش وأهداف هذه الحملة يعني بنتعرف عليها أكثر بالتأكيد مع ضيفتنا في أماسي الأستاذة شيخة جمعة المسماري منسق فعاليات في جمعية أصدقاء السكرين مستاتي الله بالخير أخت شيخة أو حياتي الله معانا أهلين أرضي مستك بالنور والسرور قبل ما نخوض في تفاصيل هذه الحملة نود أن نعرف السادة المشاهدين على الجمعية وأهم أهداف جمعية أصدقاء السكري في البداية أشكركم على هذه الاستضافة لتكلم عن المبادرة وقايا وتعايش جمعية أصدقاء السكري هي جمعية تطوعية تأسست عام 2009 بمرسوم أميري من القيادة الرشيدة اللي هي صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي والجمعية تحظى برعاية شرفية من شيخ جواهر بن محمد القاسمي تحت مضالة إدارة التثقيف الصحي للمجلس الأعلى شؤون الأسرام جميل أبرز أهداف الجمعية التي تسعى لتحقيقها الجمعية تسعى إلى نشر الوعي الوعي للمصابين السكري وعائلاتهم وبعد لغير المصابين بالسكري وتوفر لهم كافة الدعم العلاجي والاجتماعي والنفسي ندرك بأن هذه الحملة حملة مهمة في الحقيقة وهميتها تكمن في توسيع قاعدة المشاركين أو المستهدفين من وراء هذه الحملة في كل عام الحملة هذه تنظم للعام الثالث على التوالي أو تجاوزت للعام الثالث؟ ما الذي يميز الحملة في هذا العام ومشاركة الحملة في هذا العام والأهداف التي تسعى الحملة لتحقيقها هذا العام مقارنة بما تحقق في الأعوام الماضية؟ مبادرة وقايا وتعايش هذه السنة مختلفة عن السنوات الماضية لأن إذا لاحظت أنها باللون البرتقالي أولا تم اعتماد اللون البرتقالي للمبادرة في البداية اللون البرتقالي لون الإشراق يعني رئيسة الجمعية اعتبرت أنه إشراق والنخالي منه السكري غير أن لون الشمس التي تعطي الإنسان الإرادة القوية في التعايش مع المرض السكري والنجاح أيضا في البقايا من المرض الشيء الثاني أن المبادرة ليس ستكون فقط في إمارة الشارقة ستكون في المناطق التابعة لإمارة الشارقة في المنطقة الشرقية في الوسطى كذلك؟ أيوة إن شاء الله حتى نوصل للمناطق النائية التي هي شيص النحوة ووادي الحلو لأن هناك محتاجين أكثر بعد وعي بالمرض السكري يعني داما منهم ما يقدرونيون المدينة نحن نقدر نروح لهم صحيح والله اليوم حتى هذه المناطق أصبحت تضاهي بعض المدن يومها أصبحت نائية لأن كل الخدمات أصبحت متوفرة فيها ولكن هي يمكن تبعد نوعا ما عن المدينة الرئيسية صحيح أنا قبل يعني أنا لما بدأت بالخطة الوقاية والتعاش وبدأت بالتوزيع الأماكن التي ستكون فيها المبادرة صحيح بس لأنا تدري في البداية الشخص يكون متخور بس من يقعد ويأخذ الوقزة خلاص يعني ما يحس فيها يعني الحملة هذه أعتقد تستمر لمدة ثلاثة شهر إن شاء الله جميل يمكن سؤالي والبعض اللي يتابعنا يعني بيقول محمد أكيد سؤالي يتعلق بالفئة المستهدفة أيوه من هذه الحملة والبعض بيقول أكيد المصابين بمرض السكري لكن أنا أتوقع مش فقط المصابين من هم المستهدفين المستهدفين أفراد المجتمع ككل يمكن تستهدفون الغير مصابين أكثر من المصابين لأنني شوف أنت من اسم المبادرة وقاية وتعايش أول شيء الوقاية الشخص اللي غير مصاب كيف أنه يقي نفسه من الإصابة بهذا المرض وبعدين إيك التعايش أو المصاب واللي لا يعلم بأنه مصاب أيوه والتعايش كيف أن الشخص المصاب بهذا المرض كيف يتعايش معه المرض وأيضا عائلاتهم كيف لما يعني تييهم في البداية صدمة المرض يعني مثلا أبنهم الآن ما شاء الله الأطفال بعد زيادة عدد الأطفال أنهم مصابين بالسكري فإبنهم أو أخوهم أو حد من العائلة لما تييهم فجأة أن شخص مصاب عندهم بالمرض ما يعرفون كيف يتصرفون فإحنا نعطيهم التوعية نعطيهم الاستشارات نقدم لهم الورش والدعم يعني الدعم اللي هم يبونه صحيح العلاجي النفسي الاجتماعي في التعايش مع هذا المرض صحيح الحملة هذه ستنظم في إمارة الشارقة والمدن من المناطق التابعة لها أو في توجه لإقامتها هو في توجه لإقامتها يعني في الفجيرة في دبي بس حاليا يعني بديتوا في الشارقة أيوة أيوة أه جميل طيب أعتقد عندكم كذلك ما شاء الله مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين اللي ساهموا معاكم في هذه الحملة أكيد واللي ربما بعضهم ما زالوا منذ الحملة الأولى وحتى هذه الحملة الثالثة أبرز هؤلاء الشركاء عندنا شرطة الشارجة ما شاء الله عليهم مشاركين عندنا المستشفيات مستشفى عجمان التخصصي عندنا عيادة نمسي عندنا شركات قصر الشوكولات عندنا شركات اللي توجب قصر الشوكولات هذا يب السكر لا ترى هذا الكل لما يسمع اسمه يقول لا ها في زيادة سكر لا في عندهم وجبات صحية جميل يعني الحين خالية من السكر أيوة خالية من السكر عندهم حتى التمور اللي فيها قليل من السكر يعني الحين مصاب بالسكري مش إنه محروم حرمان كامل من السكر أكيد لكن يقلل أيوة في نسبة قليلة صحيح وغيرها يعني من الشركات بعد عساس سنين بعد ما انسحت وما شاء الله يعني مشاهري التواصل الاجتماعي اللي كانوا متواجدين في افتتاح الوقاية وتعايش كان أستاذ الفنان بعابد سالم القرص ما قصروا صراحة بتواجدهم وإن شاء الله باتشر سيكون عندنا فريق شمشون العرب راح يكون موجودين في تقديم العروض في المكان حبينا أنه مش بس تكون يعني فحوصات وتعني تدري الروتين هذا يمكن يمل الناس أن تحضر وتدري مثل ما قلت لك أنهم متخوفين من الفحوصات أو شيتي فنيبلهم شوية عروض أنه ممكن تجذبهم وتيبهم للفعالية وبعدين نحن نسرقهم يلا سووا الفحوصات شمشون العرب اللي هم شمشون الإمارات هي اللي هم يسحبون السيارات وليسوون عروض اللي يكسرون على ما شاء الله هذه يعني أنا أذكر من يوم أنا كنت في كان عمري ست سبع سنين ونشوف هذا الفريق يبدو أنه هذا الأمر متوارث عندهم في الحقيقة ما شاء الله عليهم حتى الحين ولده ولده ما شاء الله بعد معان في المجموعة الله يعطيهم الصحة والعافية هناك مجموعة من الطرق من الأساليب التي تسعون من خلالها لنشر أهداف هذه الحملة للترويج لهذه الحملة للإعلان عن هذه الحملة ما هي أبرز هذه الأساليب والوسائل التي تستخدمونها وسائل التواصل الاجتماعي وبعد قلت لك المشاهير التواصل الاجتماعي وتلفزيون الشارجة بعد ما قصرت ويان لا أكيد هذا التلفزيون بالتأكيد هو شرك معاكم في جميع الحملة من أول الحملة ما قصرت ويان إن شاء الله مستمرين وعدنا ترى حساب الجمعية اللي هو FFDUAE حساب التويتر والإستجرام وهو يعني الحساب شغال الحمد لله ومفعل فيتابعون في أي نشاط نحطه في الحساب جميل يعني خلنا نعرف مرة أخرى وبشكل مختصر السادة المشاهدين بهذه الحملة حملة أصدقاء مرضى السكري أو حملة أصدقاء السكري يعني هذه الحملة نظمها جمعية أصدقاء السكري ومن خلالها تسعى لتوعية الجمهور بشكل عام بأهمية إجراء الفحوصات الدورية للتعرف على التعرف كيفية التعايش مع المرض وتفقيفهم أيضا وتوعية اكتشاف من هو مصاب بهذا المرض وهو لا يعلم بأنه مصاب ذكرتي لي قبل بداية الحلقة أنه في ناس تفاجئوا معاكم طيب قبل ما أسألت عن هذا الجانب الحملة تنظم في المراكز التجارية اللي في الشارج وبتنتقل للمنطقة الوسطى والشرقية وفي خطة لنشرها في بقية الإمارات من يتواجد في هذه النقاط اللي من خلالها تقومون بتنظيم هذه الحملة سواء في المراكز التجارية أو في غيرها هل أطباء متخصصين هل يعني خلنا نقول ممرضين من يتواجد معكم في هذه الحملة في الحملة يتواجد أكيد أنا قلت لك عن المستشفيات المشاركة العيادات المشاركة الحكومية والخاصة الحكومية والخاصة ديامين يكون الممرضين موجودين طول الوقت نحن نسوي أوقات حق وجود الدكاترة في هذا الوقت يكون الدكتور موجود بإمكان الناس يحضرون يأخذون الاستشارات ويقعدون مع الدكتور إذا عندهم أي سؤال عن السكري غير أنه في دكتور نفسي لشرطة الشارقة راح يتواجد إن شاء الله أيضا غدل تقديم الاستشارات النفسية للمريضين أو لعائلاتهم اللي يتفاجئون بمرض السكري جميل أحنا نتابع لغطات من هذه الحملة أعتقد هذه كانت في مركز ميجا مول الشارقة هذا افتتاح اللي كان البارحة افتتاح كان في ساعة العاشرة صباحا ما شاء الله يعني الجانب المميز كذلك في هذه الحملة أن هناك محفزات لمن يقوم بإجراء مثل هذه الفحوصات لأن الناس عادة ما عندها رغبة اللي يتسوق ويروح اللي يتخوف من موضوع الفحص اللي ما حاب أنه يتفاجئ أنه هو مصاب بالمرض وهو لا يعلم بذلك ما هي المحفزات اللي يتقدمونها للمشاركين الشركات اللي موجودة معاها توزيعات توزيعات للشركة فهي يعني هاي كهدية حقهم تقدمها احنا نقدم المسابقات والجوائز في الافتتاح اللي هو كان البارحة كان فيه السحب على التلفزيون في آخر الافتتاح الافتتاح كان من الساعة عشرة للساعة اثناش جميل الساعة اثناشر سحبت الاستاذة خول طاهر الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري على الاسم الفائز نعم وكانت سعدتها كبيرة يعني انها فائزة فازت بالتلفزيون جميل طيب ذكرتي لي بان هناك من تفاجأ كيف تفاجأوا الناس هذي وما مدى الاقبال على المشاركة في اجراء الفحوصات اولا الناس ترهي يعني فيه ناس ما تعرف عن الفعالية تكون يا يلموا لزيارة تدرين يلعبون يأكلون ومنها السوال فلما يشوفون الفعالية يدشون فيها أمس في واحد سوى الفحص أول شي كان متردد جدا أني أنا ما أريد أسوي الفحص لا لا ما في شيء ثاني ممكن أن تسوي لي لا أنا ما أريد وخزة الإبراء أنا أخاف من الإبراء من هالقبيل تدري بالكلام مع الريحة شوي يعني أننا نفهم أن الموضوع جدا سهل ونماها هي مش الإبراء الإبراء هي جهاز بسيط في وخزة فقط قبل شوي شفنا زين وحتى هو عقب ما شف يعني عدالة يعني شخص سوى الفحص تشجع لأن حتى سأل الشخص يعور لا قال لا ما بتحس فيه يعني نفس وخزة السمسون فالحالة تشميل لما هو قعد وسوى الفحص اكتشف أنه فيه زيادة في السكري فعطوه الاستشارات والنصايح ولما يطلع حتى شكرني قال لي مشكور أختي ما قصرتي لأنني أنا أصلا ما كنت تعرف أنه فيني أصلا فالحين قالوا لي الدارك الليها لأنه أنت في البداية هذا الجهاز قبل شوي طلع طيب فقالوا لي الدارك لأنك أنت الحين في البداية فلازم تنظم واجباتك وغير أنه لازم يكون عندك يعني تروح المستشفى وخلاص تتابعك الدكتور عشان يشوف أنت شو اللي احتياجات اللي محتاجة صحيح يعني توجهون لمن يتم اكتشاف إصابته بهذا المرض دون أن يعلم هو بأنه مصاب توجهون بأن يتجه للمستشفى لمقابل الدكتور وتحديد موعد معاه يعني لإجراء مزيد من الفحوصات وإعطاء برنامج دوائي يلتزم فيه أكيد هو كلما يعني كل حد من الجمهور أيون المنصة الفعالية تكون في بطاقة البطاقة مكتوبة اسمه وعمره يعني الأشياء الشخصية ونسبة سكر الدم في هذه فهي يقدر يأخذها ويروح فيها للعيادة المستشفى أن يقولهم أني أنا فحصوني وكانت تشيل طلعت لي هاي النسبة وقالوا لي لازم أخذ موعد وأن يشوفني دكتور مختص في السكري جميل أمس بدأت الحملة صحيح أيوة ومستمر لثلاثة شهور أيوة ثلاثة شهور بس الحين في الميجا مول رح تخلص إن شاء الله يوم السبت طيب ما الذي تسعى لتحقيق جمعية الصدقاء السكري خلال الفترة القادمة الآن لو اعتبرنا أن هذه الحملة هي أحد أهم أو أبرز أهداف الجمعية في الفترة القادمة ماذا تسعى الجمعية إلى تحقيقها؟ عندنا مبادرات ثانية إن شاء الله على اليوم العالمي للسكري الذي سيكون في شهر 11 ستكون بعد فعالية أساسية للجمعية التي هي الدائرة الزرقاء فرح نستعد لها إن شاء الله أن تكون في شهر 11 الله يوفجكم إن شاء الله كل الشكر لتشيخة على ما قدمتي من معلومات مهمة وعلى الدعوة التي وجهتها لأستاذ المشاهدين أن يشاركم في هذه الحديث شكرا لكم عن الاستضافة وعلى أن نصل لأكبر شريحة من الناس في هذه المعلومات ونتشرف فيهم في وجودهم في مبادرة وقايا وتعايش في الميجا مول وفعاليات كثيرة وأنشطة وعدتي جوائز فأحياهم الله إن شاء الله بالتأكيد شكرا للمشاهدة